هكذا تبدو أسواق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة خاوية من الحركة بعد تزايد عدد حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا في مركز المحافظة القوة الشرائية والحركة هنا هي الأخرى أحد ضحايا وباء كورونا الذي انتشر في البلاد مسبباً الخوف والهلع في أوساط اليمنيين ومنهم أبناء شبوة من اختار البقاء في منازلهم على الخروج للتسوق تطبيق الإجراءات التباعد الاجتماعي نحن تأثرنا هذه السنة بسبب مرض كورونا وبسبب إغلاق المحلات في الليل لأن في النهار الناس لا تخرجوا وأكثر الناس تخوفت من دخول مدينة بسبب الأمراض وسبب التجمعات وهذا أثر علينا بكثير حوالي أكثر من 40% نقص على العام الماضي موسم تسوق ضعيف أو بدأ يتراجع بشكل لافت هكذا وصفه أحد ملاك المحل التجارية في المدينة بعد الركود الذي ضرب حركة السوق وسبب ضعفاً في عملية البيع والشراء الحركة التجارية في هذا العام كانت خفيفة جداً يعني تقدر تقول 50% على الأعوام السابقة بسبب تأثر الناس في كورونا بسبب المغتربين ما خرجوش الناس خايفين يدخلوا السوق دخلت السوق كانوا متعبين خمف من المرض تعرضت الحركة التجارية في المحافظة لخسائر كبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ بعد فرض حجر جزئي في ساعات الذروة ما تسبب في تراجع إقبال المواطنين على الأسواق خوفاً من الإصابة بوباء كورونا أبو بكر حشي لقناتي بالكيس شابوه